اشتركوا في القناة للقفز على الحواجز حدث رائد اكتسب شهرة عالمية ويقام لأول مرة على أرض إفريقية الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش يشير في تقريره إلى الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وضمن النشرة لاحقا حاملة طبية موسعة خاصة بصحة النساء والأطفال بمبادرة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسيدي إفني أهلا بكم يحضر معي ضيفا في البراطول الأستاذ محمد سالم العدفتاح رئيس المسطد الصحراوي للإعلام وحفوق الإنسان أهلا بك أهلا بك مستهل النشرة بالتذكير بالنشاط الملكي الذي يميز الأسبوع الذي نودع التفاصيل مع رضا عماوة يرافقه في لغة الإشارة محمد الكتانك في بداية أشغال المجلس وطبقا لأحكام الفصل التاسع والأربعين من الدستور قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة الفين وخمسة وعشرين وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي صعب بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمات المناخية ورغم ذلك فقد تمكن المغرب بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو ثلاثة فاصلة ثلاثة بالمئة سنة الفين واربعة وعشرين وأضفت السيدة الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يتمحور حول أربع أولويات تشكل كل واحدة منها رافعة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحصين السيادة الاقتصادية وتحقيق شروط الازدهار المنشود بالنسبة للأجيال القادمة أولاً مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية لا سيما من خلال التنزيل المنسجم والفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية كما ستتم مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية ودعم الحوار الاجتماعي إضافة إلى تنزيل مختلف الأوراش التي تدخل في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز وتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانة بالجنوب الشرقي للمملكة ثانياً توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل طبقاً للتعليمات الملكية السامية وذلك من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وتنزيل ميطاق الاستثمار حيث سيتم التركيز على تسريع عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية وعلى التحسين المستمر لمناخ الأعمال كما سيتم دعم الاستثمار العمومي ومواصلة الأوراش الهيكلية التي تم الشروع في إنجازها لا سيما استراتيجية الجيل الأخضر والمشاريع المرتبطة بقطاع الهيدروجين الأخضر والتحول نحو الطاقة النظيفة وخارطة الطريق للقطاع السياحي مع الحرص على وضع تدبير الموارد المائية في صلب الأولويات والتسريع في تنزيل البرنامج الوطني لتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي وكذا إعطاء أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030 ثالثاً مواصلة تنفيذ الإصلاحة الهيكلية وفي مقدمتها إصلاح منظومة العدالة عبر استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بها ومواصلة المجهودات المبدولة لتعميم محاكم الأسرة وتحديث الإدارة القضائية وتحولها الرقمي رابعاً الحفاظ على استدامة المالية العمومية من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استعادة التوازنات المالية بشكل تدريجي وتوفير التمويل اللازم للأوراش المبرمجة مع الحرص على تقليص عجز الميزانية واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي تهدف إلى تعزيز وقع الاستراتيجية المحتمدة في مصاري التنمية ببلادنا وتحقيق انتعاش اقتصادي قوي مع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4.6% خلال سنة 2025 وحصر معدل التدخم في حدود 2% وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025 تمت المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوة المساعدة والنظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها وبتحديد مرتبات العسكريين الذين يتقادون أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية وكذا بتحديد نظام أجور وتخذية ومصاريف تنقل العسكريين بقوات المسلحة الملكية المتقادين أجرة سعودية خاصة وتندرج هذه المشاريع الأربعة في إطار العناية الخاصة التي يليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية للنهوض بالأوضاع للشماعية والمادية لهذه القوات وفي إطار تعزيز علاقات الشاركة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز مكانته والوفاء بالتزاماته على الصعيدين القاري والدولي صادق المجلس الوزاري على تسعة عشر اتفاقية دولية منها ستة عشر اتفاقية ثنائية وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف وطبعا لأحكام الفصل التاسع والأربع من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية تفضل جلالة الملك عزه الله بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون عين جلالته نصره الله مجموعة من صفراء جلالته لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة كما عين جلالة الملك حفظه الله عددا من المسؤولين بمناصب عليا بقطاعات مختلفة إثر ذلك استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط السيد شكيب بن موسى وعينه جلالته مندوبا ساميا للتخطيط كما استقبل جلالته أعزه الله السيد أحمد الحليمي عالمي المندوب السامي للتخطيط سابقا ووشحه جلالته بالحمالة الكبرى لوي سامي العرش ترعصت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة اليوم الأحد بالرباط الجائزة الكبرى لبطلة لونجين العالمية للقفز على الحواجزة حدث رائد اكتسب شهرة عالمية ويقامه لأول مرة على أرض إفريقي محمد أمين النوري عبد العالعياد وحمزة السياحة والعربي النهيري الساحة الكبيرة بوسط العاصمة الرباط ووصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة حيث كان في مقدمة مستقبلها مولي عبدالله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية حيث استعرضت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة تشكيلة من القوات المساعدة أدت لسموها التحية الرسمية ليتقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وزير الشباب والثقافة والتواصل سفير دولة قطر بالمغرب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ولجهة الرباط سلا القنيطرة رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وشخصية سامية أخرى فمنذ الثامن عشر من أكتوبر الجاري احتضنت العاصم الرباط اختتام محطة جولة لونجين العالمية للأبطال في رياضة القفز على الحواجز التي ضمت حصريا كبار نجوم هذه الرياضة في موعد هو الأشهر والأهم ضمن أجندة مسابقات الفروسية العالمية اختتام جولة لونجين العالمية للأبطال حطت الرحالة لأول مرة بالرباط ومعها فتح المجال للجمهور المغربي لمتابعة كبار نجوم هذه الرياضة الأولمبية وهم يقدمون أقوى العروض بعاصمة الأنوار الرباط المسابقة مرت من محطات مايامي، روما، باري، شانغاي والدوحة ما يجعل المغرب واحدا من الدول الرائدة في مجال استقبال التظاهرات الرياضية العالمية الكبرى هذه البطولة تندرج ضمن برنامج العام الثقافي قطر المغرب الفين واربعة وعشرين وهذه كانت المسابقة الاختتامية النجمة الخامسة بحواجز يصل علوها لمتر وستين سنتيمتر حيث كانت تألق في هذه المرحلة لصرح الإسباني إدواردو ألباريس الذي حاز الصف الأول في محتلة سويسرية مالين باريار جونسون المركز الثاني واكتفت الألمانية ياني فريديريك زيميرمان بالصف الثالث صاحبة السموة الملكية الأميرة للحسناء وفي أعقاب نهاية هذه المسابقة ترأست سموها مراصم توزيع الجوائز على الفرسان الثلاثة المحتلين للمراكز الأولى الفائز بجولة لونجين العالمية للأبطال الفين واربعة وعشرين بعد خمسة عشر محط عبر العالم اختتمت هذا اليوم بالعاصمة الرباط الفارس ماكس كونهار من النمسا يفوز بنسخة جولة لونجين العالمية بمائتين وأربعة وخمسين نقطة رئيس جولة لونجين العالمية جون توبس والسيد عيسى بن محمد المهندي رئيس نادي السباقات ورياضات الفروسية بدولة قطر يمنحان الجوائز للفارسين المحتلين للمركز الثاني والثالث الفارسة يان فريديريك زيمرمان من ألمانيا تكتفي بالصف الثالث ومواطنها كريسيان كوكوك يحوز الصف الثاني صاحبة السمو الملكي الأميرة للحسنة تمنح جائزة جولة لونجين العالمية للنمساوي ماكس كوهنر الفائز بنسخة الفين واربعة وعشرين إثراء ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للحسنة صور تذكارية مع الفرسان الثلاث الفائزين بهذا اللقب العالمي الهام ليسدل الستار على هذه المحطة الختامية بالرباط التي تميزت بالعطاء التقني الكبير والتنظيم المحكم الذي أبهر الفرسان المشاركين في هذه البطولة وعقب نهاية الدورة الشرفية للفرسان الثلاث الفائزين غادرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للحسنة الفضاء المخصص للمسابقة التي تميزت بإعطاء إشعاع دولي كبير للمغرب المنفتح على العالم والقدر على استضافة كبريات التظاهرات في شتى الأنواع الرياضية بكثير من الاحترافية والخبرة التي راكمها من خلال نجاحات متلاحقة لعدد من المواعيد الثقافية والرياضية التي احتضنتها المملكة في تقريره الموجه إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية أشار الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي أمالويل مكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد سادس الداعمة للحكم الذاتي تحت سيادة المغربية كإطار وحيد لتسويت النزاع حول الصحراء المغربية تقرير تضمن إشارات إلى الزخم الدبلماسي لافتتاح القنصريات بمدن العيون والداخل إضافة إلى النهضة التنمية المتواصلة بالصحراء المغربية تقرير غالي القرحي في تقريره الأخير حول الصحراء المغربية الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي أشار الأمين العام إلى الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون إلى صاحب الجلال الملك محمد السادس والداعمة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار وحيد لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية فرنسا وبصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي تطلع بدور حاسم في ديناميات هذا الملف ومن شأن هذا التطور أن يسهل إحراز تقدم داخل المجلسة الذي ينظر بالإيجاب للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في قراراتهم منذ سنة 2007 واصفاً هذه المبادرة بالجادة وذات المزداقية الموقف الفرنسي الجديد يهدف أيضاً إلى مواكبة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستيفان ديمستورا الرامي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من خلال تحفيز مناخ ديبلوماسي أكثر ملأمة لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة والمناقشات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي الدعم الفرنسي الواضح للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية يأتي ليعزز الاعتراف المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي مما يمنحها شرعية أقوى على الساحة الدولية باعتبارها الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع حيث عبرت حوالي 110 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن وتسعة عشر عضوان في الاتحاد الأوروبي والعديد من بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي فضلا عن منظمات الإقليمية عن دعمها للمخترح المغربي وكما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن فإن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك تكثيف جهوده الدبلوماسية من أجل حجل دعم واسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل قابل للتطبيق وقائم على التوافق أعود للترحيب بضيفي في البراطور أستاذ محمد سالم عبد الفتاح رئيس المسهد الصحروي الإعلام وحقوق الإنسان أستاذ محمد سالم كما ورد في التقرير الأمين العام لأمم المتحدة يحيط علماً للمجلس بالموقف الفرنسي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد حول هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية شكراً جزيلاً بدايةً على الاستضافة الكريمة تحيليك ولمشاهدين الكرام بالفعل نحن نتحدث عن الموقف الفرنسي باعتباره طبعاً موقف مهم نظراً لموقع فرنسا نفسها ضمن طبعاً الأمم المتحدة فرنسا هي الدولة العضو في مجلس الأمن الدولة الدائمة العضوية وصاحبة حق النقد ولكن هي أيضاً الفاعل التاريخي في المنطقة هي المستعمر السابق لجول البلدان المنطقة بما في ذلك الطرفين الرئيسيين في النزاع المغرب والجزائر طبعاً هي الشريك التاريخي أيضاً للمغرب عدى عن ذلك هي القوة الاقتصادية السابعة عالمياً والثانية داخل الاتحاد الأوروب وبالتالي هو بلد بالفعل مهم سيكون لموقفه أثر بالغ لما صار هذا الملف نظراً لدور فرنسا أيضاً فيما يتعلق بدعم الوساطة الأممية فهي عضو أيضاً فيما يسمى بنادي أصدقاء الصحراء الذي يتطلع بأدوار هامة في دعم الوساطة وفي دعم مسائل حميدة التي تقودها الأمم المتحدة هناك أيضاً دور لفرنسا داخل الاتحاد الأوروبي يعني من غير المستبعد أن تتابع مواقف أخرى عدا عن 19 بلد اليوم داخل الاتحاد الأوروبي يدعم المملكة ربما ستتابع أطراف بلدان أخرى داخل الاتحاد الأوروبي ولكن لفرنسا أيضاً دور مهم داخل القارة الأفريقية هي تقريباً كل بلدان الفرانكوفونية والناطقة بالفرنسية تربطها صيلات وثيقة جداً بفرنسا وبالمواقف الرسمية الفرنسية إذا جل القضايا الدولية طبعاً سيكون لفرنسا أيضاً تأثير في قرارات وفي مواقف ما تبقى من الدول التي لديها لفرنسا لديها نفوذ في تلك الدول طبعاً فضلاً على أن هذا المواقف الفرنسي من غير المستبعد أن يتطور وأن يكون أن يتبنى ربما مواقف أكثر تقدم فيما يتعلق بدعم المملكة مستقبلاً سيموى أن هناك رهان على موقع المملكة الاستراتيجية للشراكات الاستراتيجية التاريخية للتجمع فرنسا والموقع الفرنسي يأخذ أهميته أيضاً بالنظر إلى مواقف بقية الأطراف بقية الفاعلين الدوليين الوازنين المستداخلين في المنطقة والمستداخلين في الملف سيما أعضاء مجلس الأمن منهم في مقدمة طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية الممسكة بالقلم وروسيا أيضاً الاتحادية التي تعترب بشكل ضمني بمغربية الصحراء من خلال الاتفاقيات والشراكات التي تجمع المملكة من ضمنها طبعاً اتفاقية الصيد البحري وبقية طبعاً أعضاء مجلس الأمن الدائمين نعم من العشارات التي تضمنها التقرير هو الدينامية الدبلوماسية التي رافقت الاعتراف بمغربية الصحراء سواء من خلال دول الأوروبية أو دول الإفريقية على سبيل 30 أكثر من 30 دولة تفتتح قنصليات لها بمدينة الأمريكية الداخلة أكثر من 19 دولة في الأوروبا وأكثر من 110 دولة حول العالم تعترف بمبادرة الحكم الذاتي وبمغربية الصحراء صراحة لعل تقارير الميد العام الأمريكي في سنوات الأخيرة ظلت دائماً تحيل على المنجز الديبلوماسي الذي يراكمه المغرب على المكاسب السياسية والانتصارات لأننا نحن نعيش حالة من تصارع المنجز ما يمكن أن نشبهه بسرعة النهاية في سباقات المسافات الطويلة ما يحيل على حالة من الحسم حقيقة المغرب بهذا النزاع المفتعل نتحدث عن معطاء مهمه ومعطاء الاعتراف الدولي باعتبار أهميته في المنظور الشرعي الدولي في تعاطي مع ملف النزاع المفتعل أشرت في سؤالك إلى 30 بلد يفتتح بعثات ديبلوماسية في مدينة العيون والداخل وهذا في حد ذاته يعد أرقى ترسيد لهذا الاعتراف الدولي زهاء المائة وعشرة بلدان من أعضاء الأمم المتحدة يؤيدون الموقف المغربي ما تبقى بالعقلية المتبقية هي لا تؤيد بالضرورة خصوم المملكة يعني زهاء ما يزيد على 87% اليوم من أعضاء الأمم المتحدة لا يعترفون بالكيان الانفصالي كذلك ما تبقى من أعضاء مثل الاتحاد الأوروبي خارج 19 لا توجد أي بلد داخل الاتحاد الأوروبي يعترف بالكيان الانفصالي على سبيل المثال ولكن في اعتقادي هذا الزخم يعود لتلك الرؤية التي تتبناها ديبلوماسية الملكية في تعاطي مع الفاعلين الدوليين وخاصة مع الشركاء ومع الحلفاء التقليدين للمملكة وهي المقاربة المتسمة بصرامة وبالندية في تعاطي مع الشركاء والتي يعتقد جلالة الملك تأكيد عليها في الخطابه الأخير بمناسبة افتتاح السنة البرلمانية قبل أيام قليلة حين أشار إلى المقاربة الملكية التي ترون تجاوز منطق تدبير إلى ما وصفه في منطق تغيير وبالتالي نحن في الحقيقة الثامر نجني في ثمار يعني دور بات التطلع بها المملكة في جوارها الإقليمي في عمقها القاري سيما منذ قطاعات مع سياسة كرسي الشاغر مثلا لمستوى القارة الإفريقية وعادة بقوة يمارسة الأدوار الريادية منذ قرابة العقد من زمن الآن فضلا على أن هناك أيضا مواقف رصينة مواقف متزنة في تعاطي مع مختلف القضايا الدولية كان دائما هناك حرص للمملكة يعني دعم جهود السلام على احترام مبادئ الشرعية الدولية خاصة مبادئ احترام سيد الدول احترام الحفاظ على وحدتها ترابية تسويس سلي من النزاعات فضلا عن مبادئ أيضا حسن الجوار وغيرها من مبادئ الشرعية الدولية إلى جانب أيضا الجهود الإنسانية والإغاثية ودعم جهود السلام واحتضان الفرقاء السياسيين وتدبير المساهمة وتدبير الوساطات في عديد الأزمات في ساحة الدولية هناك موقع مهم على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي على المستوى الإنساني وعلى المستوى الروحي أيضا شيء ينبغي لا ننسى الدور الذي تطلع به إمارة المؤمنين على مستوى مثلا غرب القارة الإفريقية وفي بلدان الساحل وفي غيرها من المجالات هذا ما يحيل على مثلا حالة الإجماع العربي حالة تغير تراجع عديد بلدان عن الاعتراف بالكيان الانفصالي وتجميد الاعترافات الأكثر من ذلك قبل أسابيع وقبل شهر أو يزيد دولتان كانتا تعترفان بالكيان الانفصالي اليوم تفتتحان بعثتين ديبلوماسيتين مالاوي واتشاد مثلا على سبيل المثال هذا يحيل على التغير الكبير تعاطي المجتمع الدولي مع هذا النزاع بفضل هذه المقاربة الدبلوماسية الملكية المتسمة بالمبادرة وبالنديا وبالصرامة نعم فهذا يطار دائما لأستاذ محمد سالم يعني آت تقرير أشار إلى النهضة التنموية التي تشهد والأقاليم الجنوبية بقيادة جلالة الملك والرؤى الطموحة والاستراتيجية خاصة المشروع الأطلسي الكبير الذي هم المغرب وبعض الدول الإفريقية كمشروع رائد سيعد من نفع على القارة السمراء بالفعل هو معطى جديد فيما يتعلق بمضامين تقارير الأمين العام الأممي بحيث اليوم يحيل على هذه المبادرات الإقليمية والقارية التي يقودها عاهل البلاد خاصة يمان المبادرة المتعلقة بتعزيز الاندماج التكامل الاقتصادي ما بين بلدان إفريقيا الأطلسية والمبادرة أيضا المتعلقة بتمكين بلدان الساحل من الولوج للواجهة الأطلسية والأقاليم الجنوبية تتموقع تأخذ أهمية بالغة ضمن هذه المبادرات بحكم على أن هي المعبر وهي يعني هي قنطرة قنطرة الولوج إلى هذا الفضاء الإفريقي عبر المملكة باعتبار على أن هذه الأقاليم تستفيد من الموقع الاستراتيجي للمملكة سيما أدوار التي تطلع بها المملكة كونها البوابة القارية اليوم هناك موقع استراتيجي يتيح الولوج على هذه المجالات الحيوية المجال الأطلسي المجال المتوسط ولكن هذه الرؤية ثاغبة المتعلقة بهذه المبادرات في حقيقة الأمر المجتمع الدولي يهتم بها وأمير العام الأمم يهتم بها نظرا إلى أن لها دور مهم في معالجة المعضلة الأمنية العويصة التي تعيشها يعيشها هذا الجوار الإقليمي بلدان الساحل على اعتبار على أن هذه المعضلة الأمنية لديها جذور تتعلق بمؤشرات التنمية بالهشاشة الاجتماعية بالفقر إلى غير ذلك وبالتالي المدخل الاقتصادي هو مدخل فعال لمعالجة هذه المعضلة طبعا هناك مشاريع أخرى مقابل مشروع مبوب الغاز المغري للنيجيري مشروع أيضا الربط القاري الذي تستفيد منه الأقاليم الجنوبية ومن ضمن هذه المشاريع أيضا نموذج تنمي الخاص بهذه الأقاليم الذي بلغ مستويات متقدمة من الإنجاز والذي يشمل مختلف طبعا المشاريع التي أشار إلى بعضها بالمناسبة الأمين العام الأممي أشار مثلا إلى تدشين القنطرة الساقية الحمراء في عيد العرش الأخير وهو مشروع طبعا طموح زواء المئة مليار ديرهم مشاريع مقابل طريق سريع تزنيس الداخلة ميناء الداخلة الأطلسي محطات تحليل المياه الحضرية تثمين منتجات الصيد البحري وإصلاح الأراضي الفلاحي إلى غير ذلك من المشاريع الكبرى التي تضمنها هذا النموذج بالتأكيد هذا كله يعزز مواقع هذه الأقاليم ويعزز إشعاعها الاقتصادي إشعاعها الدبلوماسي ولكن إشعاعها التنموية أيضا نعم جميل طبعا الأستاذ محمد سلم هذه أهم الخلاصات التي خرج بها التقرير جوتيريش شاهدنا مثلا تقرير حول الموقف الفرنسي حول الدينامية التنموية وحول الدينامية كذلك الدبلوماسية كخلاصات بالنسبة الباقي ما عرج عليه التقرير من موجات نظركم الأستاذ محمد سلم كده به لميل العام الأممي دايما ما يتطرق إلى طبعا المصار المصارين الرئيسيين المصار السياسي والمصار أيضا الميداني طبعا هناك عمل مبعوث الأمم ما يتعلق بالشق السياسي أحال إلى الخطابات الملكية كما العادة بمرجعة هذه الخطابات السامية تحدث عن كما هو دأبه في السنوات الأخيرة عن الخطاب المتزن للمملكة سيما يتعلق بهذه المبادرات التي يقودها عاهل البلاد في المقابل كان يحيل على الخطاب المتشنج ويعني العداء لخصوم المملكة تحدث مثلا عن خطوات أقدمت عليها الجزائر ضد الموقف الفرنسي طبعا هذا لوحده يكرس دور الجزائر وموقعها كطرف رئيسي في النزاع المفتعل هذا جانب من الشق السياسي ولكن هناك أيضا الشق الميداني المتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار دائما هناك الإحالة على الدور الرئيسي لهذه البيعثة المهمية المتواجدة في الصحراء والمتمثل بمراقبة وقف إطلاق النار يتحدث عن استمرار الخروقات التي تعكف عليها الجبهة الانفصالية عن تنص الخصون المغرب من اتفاق وقف إطلاق النار في مقابل تمسك المملكة بهذا الاتفاق يحيل أيضا على تعاون جانب المغري بيع اللقاءات الروتينية ما بين قيادة البيعثة الأممية وما بين قيادة قوات المسلحة الملكية يتحدث أيضا عن عراق البلجوم لتهم عمل البيعثة الميداني مقابل منع الدوريات رفض ترخيص لزيارات المواقع العسكرية الجبنين في صالحة في تندوف عرق القوافل اللوجستية وصعوبات حتى في تواصل ما بين البيعثة وما بين خصوم المملكة في المقابل يشيد طبعا بتيسير وتسهيل عمل البيعثة في مناطق غرب الجدار يتحدث عن آلاف طلبيات الدوريات التي تمت الاستجابة إليه ولكن في اعتقادي الجانب المهم أيضا في الشق الميداني هو على أنه ينفي جملة وتفصيلا تلك الدعاية التي عكف عليها خصوم المغرب يقول على أنه لم يبلغ لعلم البعثة حدوث أي خسائر مثلا في الجانب المغربي ويحيل أيضا على مناخ الأمن والاستقرار المستتب في هذه الأقالية نعم أستاذ محمد سالم عدفتاح رئيس المرصد صحراء الإعلام وحقوق لسان شكرا جزيلا كل الشكر علي السضاف على غرار بقي طلبة المؤسسات الجامعية اجتاز طلبة المدرسة العليا للتكنولوجيا برعون اختبار الكفاءات اللغوية لتشخيص مستوى الطلبة في اللغات الأجنبية التفاصيل مع غالي قرحي وابو جمع الزاوي هو اختبار يروم الوقوف على الكفاءة اللغوية لمعرفة قدرة الطالب على التواصل بفعالية في بيئة أكاديمية متعددة الثقافات حيث يتوجب على كل طالب بالنظام البداغوجي الجديد أن يقوم بتفعيل حسابه المؤسساتي ثم يقوم باجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغتين الفرنسية والإنجليزية على أن يتابع دراسة هاتين اللغتين عن بعد عن طريق منصة الإلكترونية تم إعدادها لهذا الغرض كما سيتابع الطالب دراستهم في اللغتين الإنجليزية والفرنسية حضوريا لما يقل عن ثمان ساعات بالنسبة لكل لغة وعند نهاية كل أسدس يجتاز الطالب الامتحان في هاتين اللغتين عن بعد عن طريق المنصة الإلكترونية وكذلك امتحانا حضوريا اليوم هو يوم مميز جدا بالنسبة لطلبة المدرسة العليا ليس فقط لطلبة المدرسة العليا للتكنولوجيا في العيون وإنما على الصعيد الوطني في جميع الجامعات المغربية لأننا نعيش يوم مهم بالنسبة لتعليم اللغات لأن الطلبة اليوم مقبلون على اجتياز اختبار تجريبي أولي بالنسبة لمستوهم في اللغات الأجنبية الثلاثة الإسبانية والفرنسية والإنجليزية اليوم اجتزنا اختبار الكفاءة اللغوية في اللغتين الفرنسية والإنجليزية يهدف الاختبار لتحديد مستوى الطلبة في هاتين اللغتين لتحديد نوعية التكوين الذي سيحظى به الطلبة في الكفاءة اللغوية يهدف الاختبار يهدف الاختبار في تحديد مستوى في اللغتين الإنجليزية والفرنسية لنحن باش نحط دون شاء الله مستوانا في اللغة ونواكب التطور لغة باش ان شاء الله من نقبض الدبلوم يكون عنا وثاء شهادات شهادة اللغة اللي تمكن ان شاء الله من كمال دراسة خارج الدولة دون أي مشكل في اللغة ان شاء الله يعتبر اجتياز هذه المرحلة من اختبارات الكفاءة اللغوية خطوة مهمة نحو تحديد مستوى الطلبة لمعرفة حاجياتهم اللغوية وتقويتها عبر برنامج تكويني خاص مختوم بشهادة معترف بها تحقق الطموحات الأكاديمية والمهنية وتعزز من قدرة الأفراد على التفاعل في عالم متسارع نظمت المديرية الإقليمية لوزارة تربية الوطنية والتعليم الأول والرياض ببجدور على مدى يومين أياما دراسية حول تقييم الدخول المدرسي تحت شعار الدخول المدرسي حصيلة وعفاق فعاليات الأيام تخللتها لقاعات وورشات بمشاركة مختلف مكونات المنظومة التربوية بريقين عروسي محمد شارع بلورة خطة إقليمية لدعم النجاح المدرسي وتحسين الأداء التربوي بالمؤسسات التعليمية وتحقيق التمييز الدراسي الغاية الأساس من تنظيم اللقاء التي اتضانته قاعة الاجتماعات بالمديرية الإقليمية للتعليم ضمن فعاليات الأيام الدراسية حول تقييم الدخول المدرسي بالإقليم هذه الأيام الدراسية التي تناولت جميع الحيثيات التربوية والبشرية والمادية والمالية من خلول التي رافقت الدخول المدرسي لهذه السنة الدراسية الإكرهات مكامل القوة وأيضا الأمور التي يجب العمل عليها في إطار تكامل تربوي يجمع جميع شرائح المجتمع التربوي وأيضا الشركاء في إطار عمل متناسق في إطار أيضا عمل بناء من أجل بناء مفهوم تربوي حديث من أجل تبادل من أجل أيضا العمل على استتباب الحصيلة الجيدة وبالتالي فهذه الورشات المنظمة طرف المدير الإقليمية هي ورشات مهمة من أجل البحث عن بعض الحلول المبتكرة لبعض الإكرهات التي تعيق الدخول المدرسي من قبل مثلا عدم الالتحاق المبكر للتلاميذ حركة للتلاميذ مبيل المؤسسات عدم استقرار الأطور إتمام بعض العمليات المتعلقة بالتأهيل وبالتالي نأمل بأن تكون مخرجات هذا اليوم التقييمي تفيد إنجاح المحطات المقبلة للدخول المدرسي هذا وتسعى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببجور من خلال تنظيمها لمثل هذه الأيام الدراسية إلى إعداد خارطة عمل قادرة على إنجاح الفعل التربوي وتحقيق مدرسة الجودة جنبا لرفع من مردودية المنظومة التربوية كانت كذلك مناسبة لنا كشركات المديرية لبسط وعرض مختلف الشركات التي تجمعنا مع قطاع التعليم والتي من خلالها ندير واحدة تقييم واحدة وقفة تقييم لمختلف المشاريع وفرصة كذلك لتتبع هذه المشاريع ولكن كذلك حتى نعتبرها واحد اللقاء اللقاء تشوري تشاركي ونتمنى إن شاء الله سنة دراسية جيدة ونتمنى عن هذه الناشئة تحصل على تحصيل دراسة جيدة في السنة ونحن إن شاء الله متعاونين بصفتنا كجمعية أبا ومهات مع المنظومة التربوية للإقليم والله إن شاء الله يوفق الجميع الأيام الدراسية سطرت مجموعة أهداف ومن بينها تنزيل أهداف والتزامات خارطة الطريق الفين واثنين وعشرين الفين وستة وعشرين والمتمثلة في رفع نسب التحكم في التعلمات الأساس وتقلص نسب الهضر المدرسي وتفعيل لأوراش الإصلاح التي ترمو تطوير وتنمية المنظومة التربوية والرفع من مردوديتها نظم أحد المعاهد الخاصة المتخصصة في الصحافة والاتصال بمدينة الداخلة حفلة تخرج الدفعة الثانية من طلبة ديبلوم تقني متخصص في مجال السمع البصري وخلال هذا الحفل عرض بعض الأعمال التي أنجزها الطلبة كجزء من مشاريعهم النهائية وتوزيع أشاهدات على الخريجين بكر دليمي ومحمد الداسة نظم معهد الصحافة والاتصال بمدينة الداخلة حفلة تخرج الدفعة الثانية من طلبة ديبلوم تقني متخصص في مجال السمع البصري الحفل كان مناسبة للاحتفاء بإنجازات الطلبة الذين أمضوا سنوات من الجهد والدراسة لاكتساب مهارات عالية في مجال الصحافة والإنتاج السمع البصري شهد الحفل إلقاء عدد من الكلمات صبت حول الدور الكبير الذي يلعبه المعهد في تأهيل كوادر قادرة على منافسة في السوق خاصة في مجال الإعلام السمع البصري الذي يشهد تطورا سريعا جار اليوم حفل مناقشة تخرج الدفعة الثانية من طلبة المعهد لنيل شهادة تقني متخصص في مجال السمع البصري كانت مناسبة وفرصة للتعرف على مدى تقدم الطلبة ومدى اكتسابهم المعارف وبطبيعة الحال مرت في أجواء طبعتها المهنية شق من المهنية جانب من المهنية وجانب من المعرفة كذلك الدفعة والجديدة من الخرجين تمثل مازجا من المهارات التقنية والمعرفة النظرية في مجال التصوير المونتاج والصوت ما يجعلهم مؤهلين للعمل في مختلف المؤسسات الإعلامية وشركات الإنتاج بعد السنوات من الدراسة وفقني الله في نيل شهادة الإجازة العلوم للاتصال تخرجت والحمد لله أشكر كل من دعم وساند من الكادر التدريسي ومن بذل جهدا لأجلي على دعمها المستمر لتطوير طلابها إلى ما بعد التخرج اليوم كان عندنا تقديم بحوث إجازة في مخص السماعي البصري يختخت خصص ديانا تكلمت أنا شخصيا عن مجال تربية أحيال بحرية الداخلة كرافعة التنمية بحكم اختصاصي في هذا المجال وحكما نمثل جميع المهني مربي صادفات بجد الداخل ودي الذهب عندي ديري بذلك المجال وبغيت نعطيه إشعاء أكثر وتنويل أكثر خلال هذا الحفل تم عرض بعض الأعمال التي أنجزها الطلبة كجزء من مشاريعهم النهائية والتي نالت استحسان الحضور في نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على الخرجين وسط أجواء من الفرحة والاعتزاز مع التأكيد على أهمية المواصلة والتعلم والتطوير المهني في مجال الإعلام والاتصال إلى قليم إصمارة ومواصلة للبرنامج السنوي للتحسيس والتوعية بمخاطر ألغام نظم المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بشاركة مع السلطات المحلية قافلة توعية جابت مركز الجماعات القروية بكل من جماعات حوزة إجدارية الترابيتين ريبرتاج في الموضوع مع يوسف زعواطي ومبارك الباسة ساكنة الوسط القروي بكل من جماعات حوزة إجدارية الترابيتين فتحت ذراعيها لطواقم المسعفين ومتطوعية الهلال الأحمر ضمن فعاليات حملة تحسيسية للحد من مخاطر الألغام بوصلة التحسيس استهدفت أيضا النشأ من داخل فصولهم الدراسية وهنا بمفردات بسيطة ركزت الورشات على زيادة الوعي والحيلولة دون تسجيل ضحايا جدد في سجل موت على هيئة الألغام في إطار المناسبة التي تقوم بها المكتب والبرنامج السناوي حولها لحد من مخاطر الألغام قررنا أن نقوم ببرنامج في هذه الفترة التي كانت فيها تساقطات المطارية بالتحذير الساكنة جماعة حوزة في مخاطر هذه الألغام وحاولنا أننا نستهدف الأطفال استغالي أنا معهم العرضة الأكثر هذا اللي نوم ما ما عارفين هذة الأفا هذه والحمد لله تخطط الأمور بخير وعلى خير في هذا الإطار هذا جينا اليوم لجماعة حوزة جديرية لحد من أخطار الألغام قصنا الساكنة وتلاميذ خصوصا الأطفال للتوعية الساكنة والأطفال الصغار في المدارس للحد من أخطار ألغام قافلة توعوية محملة بنداء الحياة تنزل فعليا برنامجا سنويا للتحسيس والتوعية بمخاطر الألغام جهود متواصلة لمنظمة الهلال الأحمر المغربي ومدبرية الشان المحلي من سلطات ومجالس منتخبة ومصالح إدارية وكما أشرنا إلى ذلك في العنوين في الشأن الطبي نتابع من سيد ابني الحملة الطبية الموسعة الخاصة بصحة النساء والأطفال والتي جاءت ببادرة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في طاري برنامجها الثالث حملة مجانية أتاحت مجموعة متكاملة من التخصصات الطبية حظ مهدارة وصالح القيوي لفائدة المرأة والطبي لا تلضم هذه الحملة الطبية الموسعة التي شملت مجموعة من التخصصات تفعيل للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا زيما البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعيتها شاشة حملة تتوخى أيضا تقليص لواح الانتظار وتقريب حزم من خدمات التطبيب الغير متحة بالمنطقة حملة طبية لفائدة النساء والأطفال تماشيا مع توجهات البرنامج الدفع بالرأس من البشر أجل الصعيدة هذه الحملة شملت ورشات حسيسية حول سرطان تادي وعنق الراحم أيضا كشوفات طبية وتخصصات كطب العام طب الأطفال طب النساء والتوليد بالإضافة لعملية الخيتان هذه العملية التي عرفت إقبال مهم من طرف النساء مختلفة في الفئة العمورية الحمد لله والشكر لله على هذه الأطفال التي جاءونا هنا للقفلة الحمد لله فيها جميع الأطفال الحمد لله للأطفال الخيتان النساء الذين يدوزوا على سرطانات الحمد لله يشافه ويعافي إن شاء الله والله يجعلنا محمد السديس ويطول لنا عمره سلة الخدمات التي يتاحت هذه الحملة الطبية شاملت تخصصات الطب العام وطب الأطفال والنساء والتوليد والكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحيم فضلا عن عمليات خيتان أشرفت عليها كوادر طبية وشبه طبية تضم أطباء متخصصين وممرضين وتقنيين حيث أحصل قائمون على هذه الحملة أزيد من 250 تدخل طبيا يوم الطبي التي يعرف مشاركة الأطباء وأطر صحية من المشتفى الجيوي الحسن في أقادير وكذلك الأطر الصحية من المندوبية الصحية والمشتفى الإقليمي سديفني تخصصات التي تعرفها هذه الحملة الطبية وهو الطب العام طب النساء والتوليد طب الأطفال وكذلك عملية الخيتان بالإضافة بموازات من هذا النشاط الطبي وحملة حسيسية من خلال واحد العرض صحي حول الوقاية وكيفية طرق العلاج من سرطان ديالت مناسبة بطبيع الحال تهدف الفئات الهشة وكذلك الاستفادة ديال كافة المواطنات والمواطنين من هذا اليوم الطبي الكبير هذه الحملة الطبية المجانية تخذ لها توزيع لقرابة 60 جهاز لقياس ضغط الدموي ومستويات السكر لفائدة المستفيدين من هذه الحملة الورقة الرياضية للنشرة من الطنطان حيث عقدت العصبة الجهوية قليم مذنون لرياضة الكيك بوكسينج المواطنين الصفات والرياضات المماثلة جمعا عاما للمكتب خصصة لتدارس استعدادات العصبة لتنظيم عديد المواعيد الجهوية والوطنية في هذه اللعبة الحربية والتحضير لمشاركة أندية العصبة في منافسات وطنية من قبيل كأس العرشة الجمع تدارس أيضا تعديل عديد اللجان للعصبة وهيكلها من أجل مواكرة التطور والإشعاع الذي تعرف هذه الرياضة جهويا ووطنيا تم اليوم اجتمع المكتب مسير العصبة جهاد الموادنون من أجل منقشة عدة نوقات التي تحمل في جدول الأعمال من أجل تعديل بعض اللجان الجهوية وأيضا اجتمع بعض رأساء اللجان من أجل شرح المنهجية الجديدة لتسير العصبة النهاية هذه الموسم أو الموسم القادم إن شاء الله 2024-2025 وذلك من أجل الارتقاء سواء بما هو تسيري أو تنظيمي أو تقني على صعيد الجهة أو على الصعيد الوطني كما تم لقاء تواصلي مع الجمعيات من أجل تعديل بعد اللجان وكذلك تعديل وتهيئ البرنامج السنوي للأنشطة القادمة ومن أجل بناء عصبة قوية وكي نرتقي دائما والطموح للنجاح يجب علينا التضافر والعمل التشاركي تفاصيل وشديد الصحف الوطني الصادرة يوم غدين طي تقرير زميل محمد نور نستهل نستهل قراتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غدين الاثنين من يومية الأحداث المغربية وكتبت في تقريره السنوي حول الصحراء المغربية إلى أعضاء مجلس الأمن سلط الأمين العام للأمم المتحدة وانطونيو جوتيريس الضوء على عدد من التجاوزات من جانب جبهة البوليسار التي لا تساعد في التوصل إلى حل سياسي دائم إضافة إلى تحذيره من الوضع المأساوي السائد بمخيمات التيندوف وفيما يتعلق بالخرقات أشار إلى أن البوليساريو لا تلتزم باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وفي سياق آخر وعلاقة بالأوضاع التي يعيشها سكان مخيمات تيندوف أعرب جوتيريس في تقريرها عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في المخيمات التي أكد أنها تعيش على وقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والظروف البيئية القاسية ومحدودية الفرص الاقتصادية داعيا في الوقت ذاته إلى تعزيز الجهود وتقديم دعم إضافة لتلبية احتياجات اللاجئين في هذه الأزمة التي طال آمدها صحيفة برلمان كومن الكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية إلى الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون إلى جلالة الملك محمد السادس الداعم للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار وحيد لتسوية النزاع وتطلع فرنسا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي بدور حاسم في ديناميات هذا الملف ومن شأن هذا التطور أن يسهل إحراز التقدم من داخل المجلس الذي ينظر بالإيجاب للمبادرة المغربية للحكم الذاتي واصفا إياها بالجد وذات المصداقية كما يهدف الموقف الفرنسي الجديد لمواكبة جهود الأمن العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصر للأمم المتحدة من خلال تحفيز مناخ دبلوماسي أكثر ملاءمة لاستئناف الجماعة الموائد المستديرة والمناقشات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي صحيفة هايس بريسا الإلكترونية كتبت في آخر مسجداتها الإخبارية للمرة الثامنة صلط الأمن العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريس الضوء على دينامية التنمية السوسيقتصادية والأوراش الهيكلية في الصحراء المغربية وذلك في تقريره السنوي لأعضاء مجلس الأمن حول الصحراء ويشكل تكريس الإشارة إلى النموذج التنموي السوسيقتصادي في الصحراء المغربية اعترافا بالجهود التي تبدلها المملكة من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومسؤولة تمزج بين خلق الثروات والتهيئة المجالية وحماية البيئة والنهوض بالثقافة المحلية وهكذا أبرز جوتيريس دينامية التنمية السوسيقتصادية وأوراش البنية التحتية التي تشهدها الصحراء المغربية وكذا مواصلة المغرب لاستثمار في أقالمه الصحراوية يومية الصباح كتبت في عددها الصادر يوم غدنا الاثنين أكد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك من المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية حل يتطلع إلى المستقبل في حين أن موقف الجزائر ظل حبيس رؤية معضوية بالية غير قابلة للتنفيذ وشدد هلال أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن المغرب ومن خلال تقديم مبادرة الحكم الذاتي راهن بشكل جريء على حل تفاوضي غير مفروض حل شامل وغير جزئي حل يتطلع إلى المستقبل وليس حبيسة رؤية معضوية صحيفة بيانة اليوم كتبت في عددها الصادر يوم غدنا الاثنين خلال جلتسل للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة انتقد السفير الممثل الدائم للمغرب عمر هلال سفير الجزائر عمار بن جامع بسبب انشغاله المتكرر بقضية صحراء المغربية وصف هلال هذا الهوس بسكيزوفرين يحدى متهي من الجزائر بكونها السيرة منطق الصراع الدائم وفي رده على هجمات نظيره الجزائري أدان هلال ازدواجية خطاب الجزائر وأوضح سفير المغرب أنها من جهة تدعي الحياد بحج أنها ليست طرفا معنيا لكنها في المقابل تقدم دروسا وتسائل لجنتنا دون أن تخاطب على الإطلاق مجلس الأمن وانتقد موقف الجزائر الغريب التي يبدو أنها تتجنب المناقشات في مجلس الأمن رغم كونه المسؤول عن القرارات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية انتقل العفو الله تعالى المرحوم أحمد وليحظيه ياسين عن سن تنازل تسعة وثمانين سنة الفقيد ينتمي لقابلة أيتوسى أهل مسيح دوسيد وانتقل العفو الله تعالى المرحوم بشار والخطري عن سن تنازل الأربعة والسبعين سنة الفقيد ينتمي لقابلة الشرفاء رقيبات لبيهات تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وأسكنهما فسيحة جنته وألهم ذويهما الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون الآن نصل إلى الورقة الخاصة بأحوالي التقص المرتقبة خلال 24 ساعة القادمة بحول الله حيث من المتوقع نظل التقص مستقر مع سماع صافية إلى قلية الصحب مقيص درجات الحرارة نستهلها من العاصمة الرباط ومن المتوقع أن تسجل 25 مئوين 31 بقليم 34 بأسا 36 بزاق 31 بصمارة وبفراع 29 بالعيون 26 ببجدور 25 بطرفايا والطنطان و23 بسيدي إفنية 35 بالقويرة 27 بالداخل 34 بكل مدريقة ودلت الزمور 37 بأوسرت بنسبة لحالة البحر سيكون هائج وعلو الموج سيصل إلى المترين بحول الله تعالى شروق الشمس غدا بحول الله تعالى مدينة العيون سيكون على الساعة السابعة والدقيقة السابعة والخمسين أما غروبها فعلى الساعة السابعة والدقيقة التاسعة عشرة أقيس درجات الحرارة ببعض المدن والعواصم المجاورة لبلادنا 34 بالرابوني 37 بتوضني وباماكو 40 من المتوقع أن تسجل بالعاصمة الموريتانية نواك شكرا إلى التذكير بالعنوين صاحبة السمول ملكية الأميرة للا حزنا تترأس الجائزة الكبرى لبطولة لونجين العالمية للقفز على الحواجز حدث رائد اكتسب شهرة عالمية ويقام لأول مرة على أرض إفريقية وتبعنا دمن النشر الأمين العام لأمم المتحدة أنتوني جوتريش يشير في تقريره إلى الرسالة التي وجه للرئيس الفرنسي إيمانوين مكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة للحكم ذاتي تحت سيادة المغربية وكانت من المواد النشر حملة طبية موسعة بصحة النساء والأطفال بمبادرة من المبادرة الوطنية للترمية البشرية بإقليم سيدي إفنك ختمان لكم تحيات الطاقمين الصحفي والتقنيين المشرفين على هذه النشرة المباشرة من قناتي العيو أطيب المنا والسلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر